مساعدين الكرام اهلا ومرحبا بكم في نشاط احوال تخص نهار اليوم من قناة الوطنية تيفي ايضا نبدو نشاطنا الجوية بهذه السورة اخترناها لكم لنهار اليوم هادا المدينة مدينة الاقطار والحكايات مدينة ميلاف من ميلا بنسبة الوضعية المرتقة باما فجر الاربعاء ان شاء الله اجواء غائمة لكل من الولايات الشمالية الوسطى والصحراوية نسجل كذلك صحب عبيرة تتلاشى تدريجيا بعد الظاهرة ليعم الصفاء من جديد زوابع رملية نشطة لكل من ورد لمشاهدين الحيطة والحضر لمستعمل هذه الطرقات بالنسبة لدرجات الحرارة درجات الحرارة تبقى مرتفعة مقارنة بالايام السابقة لذلك نسجل 18 درجة بوغران 18 درجة بالعاصمة وضوحية 17 درجة بعنب 14 درجة لكل من استفوق سنطين بنفس المقياس في البويرس 18 درجة سليب العباس 18 درجة نعمة 29 درجة ورقلة 24 درجة ثمان راستة 26 درجة إليزي أقصى الجنوب 29 درجة بعنقز بالنسبة للوضعية المرتقبة بعد الظاهرة ان شاء الله استقرار جوية يبقى في الموعد تبقى الأجواء غائمة لكل من الولايات الشمالية الوسطى والصحراوية صحوب عبارة تدريجيا بعد الظاهرة ليعم صفاء من جديد في باقي ولاية الوطن درجات الحرارة تبقى محصوصة في المناطق الداخلية والوسطى لذلك نسج 24 درجة باستفصى 20 درجة جل فارب 40 درجة ورقلة أقصى الجنوب 42 درجة ربا 40 درجة بورج باجي مختار 43 درجة أدرات 38 درجة بيتن دوف للملاحة وسيد البحر البحر والأموم سيكون قليل اتراب بالسواحل الوسطى مضطر بالسواحل الشرقية وهائش بالسواحل الغربية خطاع فالأموم تغير اتجاهات غربية الشرقية لتقل سراسها عن 50 كم في الساعة أمان غروبي وشرق الشمس على مستوى العاصمة وضواحية سيكون في حدود ساعة الخامسة ونصف الثامنة أقل ثمان دقائق إلى هنا مشاهدين نصلوا إلى ختم نشاطنا الجوية في عدد اللحق وإلى اللقاء